جاءت توجيهات حضرات صاحب الجلالة الملك المفدى بتوفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين عليها أو للحصول عليها من أسر المحكمين والمستفيدين من مرنامج العقوبات البديلة تأكيدا على سجل البحرين المشرف في مجال حقوق الإنسان وقد بدأت وزارة الإسكانة اليوم تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وسط مشاعر عميقة من التقدير والامتنان عبرت عنها أسر المستفيدين سيسجل التاريخ أن عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عهدا إنسانيا وتنمويا وحضاريا بامتياز عهدا حافظا للوطن حاميا لأبنائه داعما لحاضره ومشرقا لمستقبله عبر برامج وخطوات سباقة ومتميزة في الشكل والمضمون إحدى العلامات الفاصلة لهذا العهد الزاهر تلك المبادرات الإنسانية والمجتمعية تجاه نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير كافة حقوقهم الإنسانية بمعناها المجتمعي ومن ذلك توجيهات جلالة الملك المفدى أيده الله بتوفير الخدمات الإنسانية للمتقدمين المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برامج العقوبات البديلة وهو الأمر الذي أرجعه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى تعزيز النجاحات التي حققها هذا البرنامج الرائد تنفيذاً لتوجيهات الملكية وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمدال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير خدمات اسكانية لبعض الأسر المحكومين بالعقوبات البديلة قامت الوزارة بشكل مباشر بتشكيل فرق عمل لتنفيذ هذه التوجيهات الملكية والأوامر والله الحمد لله يوم استقبلنا هذه الأسر لاستلام عقود الانتفاع واللي ما في شك راح يكون لانعكاسات إيجابية على استغرار هذه الأسر ويعكس اهتمام قيادة رشيدة باستغرار الأسر البحرينية هذا وبرأت خطوات التنفيذ وكان التغدير والامتنان لجلالة الملك المفدى حفظه الله السمة الرئيسية والاعتزاز بدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء العنوان الأساسي الحمد لله على اللحمة الوطنية البحرينية اللي عطتنا هذا المجال لأننا احنا نحصل على الوحدة السكنية ونشكر جلالة الملك على منحنا الوحدة ومغريبة على اللحمة الوطنية البحرينية والحمد لله الحمد لله استونسنا حصلنا وحدة سكنية وشكرا لجلالة الملك تقينا الخبر بصورة مفاجئة وثلج صدورنا صراحه وشكرا لجلالة الملك وولي العهد رئيس مجلس الوزراء المؤقر طبعا الشغلة صارت جدا سريعة والموظفين وزارة السكن ما قصروا بأسرع وقت خلال أقل من أسبوع كل شيء انتهى ونجد الشكر لجلالة الملك على هاي الماكرة قدم لي الشكر لجلالة الملك ومو غريبة عليه يعني أنه ينفرح أهالي ينفرح الشعب يعني هذا شكر وإنسانية وطيبة منا يعني منحنية إلينا الحمد لله رب العالمين وزارة الأسكان يعني سهلت لنا الأمور وكل الأمور ميسرة يعني سلمناهم الأوراق أعطونا الشهادة وكل شيء يعني مشكورين ويعطيهم العافية هم مع وزارة الداخلية ما قصرهم يعني أول جلالة الملك أشكره جزيل الشكر والامتنان والحب والتقدير إليه وأنا أحبه وأحب أعيش في هذا الوطن هذا وتثبت مملكة البحرين دوما أن سياستها ستبقى حاملة الطابع الحضاري المميز وأنها ماضية لمستقبل مشرق لأبنائها ومجتمعها المتماسك والمتعايش والمنفتح فهذه الدول الحضارية المؤمنة بماضيها والثابتة على تقاليد راسخة من السياسات التنموية المتكاملة بما يجعلها مهدا للعمل الإنساني في أروع معانيه ترجمة نانسي قنقر